مهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير خارجية تركيا وهكان في دان وتم التباحث حول مجمل التطورات الثنائية ما بين البلدين أو تطورات العمل والتعاون الثنائي ما بين البلدين ثم التطورات أيضا والتقدير للتطورات الإيجابية اللي بتشهدها العلاقات المصرية التركية واللي بتتم فيه إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة طيب لكن جانب كبير من هذا الحديث كان حول وجهات النظر بشأن التصعيد العسكري المتسارع ضد أهلينا في قطاع غزم وجهات النظر شهدت التوافق توافق حول خطورة بالغة لهذا الوضع خطورة بالغة تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة بالكامل على التسعة مش بس المنطقة العربية ولكن دول الجوار العربي طيب حصلت مجموعة من التأكدات في إطار هذه المباحثات اللي تمت إنه توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية الأهلينا في غز عدم تعرضهم لسياسات العقاب الجماعي سواء إذا كان بقى الحصار التجويع التهجير خد بالك وطبعا الرفض القاطع لمسألة توطين أهلينا الفلسطينيين من غزة في مصر رفضا قاطعا وبالمناسبة سوف تجد حتى إنه إسماعيل هنية اتكلم في هذا الموضوع وأثنى على الجهود المصرية وعلى هذا التأكيد المصري ده واحد هتجد إنه القيادات اللي على الأرض في فلسطين أيضا تتحدث في هذا الموضوع وعلى نفس ذات الثياق ونفس ذات النغمة واللهجة إذا صح التعبير هتجد إنه الكل يرفض تماما أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية والاتفاق مع المصطلح المصري والمقاربة المصرية إنه لن نسمح أبدا بتصفية القضية